الآن بشكل واضح هناك أنظمة تنحاز إلى هذه الحلقة التي تسمى حلقة الاستثمار من أجل السلام طبعاً وهي كلمة واهية جداً وهي المنملكة العربية السعودية مع الأسف والإمارات وبالتالي وتعقد أيضاً القمة على أرض البحرين وبالتالي نحن أمام انحياز واضح هذا يعتبر أكبر من تطبيع قليلة على كلمة تطبيع أنا أعتبر أن هذا تآمر هذا الغموض معبر عن حالي بصراحة من حالة الترقب وحالة الضغط لأنه استهداف صفقة القرن كما قلنا ليس فقط فلسطين الآن هناك محاولات بصراحة لتهديد دور الأردن ومكانة الأردن خاصة أن هناك ضغوط اقتصادية تمارس هناك ضغوط سياسية تمارس نحن الآن نراهن على البقاء وصمود الموقع الفلسطيني لكن هذا الصمود يحتاج إلى تدعيم ومن أوائل تدعيمه يعني بصراحة هو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية يعني لغة الانقسام يجب أن نقلع عنها وبالتالي علينا أن نعي بأن نحن نحتاج إلى كل عناصر القوة يجب على السلطة في رمالة أن تعي بأن عناصر القوة الفلسطينية الموجودة في المقاومة هي قوة لها ترجمة نانسي قنقر